قرابة التسعة مليارات ريال إجمال صفقات فساد المضاربة بين البنك المركزي بعدن وبعض المؤسسات المالية هذا ما كشفه رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد في تقرير كشفه للإعلام بالأرقام وفوارق أسعار الصرف بالإضافة إلى مذكرة تطالب رئيس الوزراء بإحالة هذا الملف إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيه مراقبون يرون أن اتهام معياد لمحافظ البنك محمد زمام بالفساد يأتي على إثر خلاف بينهما لكن ما هو مؤكد هو أن صفقات فساد كبيرة تحدث في البلد الذي يعاني من مجاعة إنسانية خطيرة ومضاربة بأقوات الجائعين في مستوى الصف الأول من المسؤولين حتى الآن لم يصدر أي تعليق عن محافظ البنك المركزي ولا عن رئيس الوزراء معين عبد الملك المرفوع له تقرير الفساد الأمر الذي خلق علامات استفهام تكبر كل يوم في ظل هذا التكتم والغموض بعد أشهر من استكرار الريال شهدت العملة انخفاضا مقابل الدولار في ظل تلاعب ومضاربة صرافين بالعملة على مرأة ومسمع من السلطات في عدن معين عبد الملك الذي قال إبان تعيينه إنه سيركز على الجانب الاقتصادي والخدمي في الوقت الذي يتساءل فيه اليمنيون اليوم هل سيترك المجال مفتوحا أمام هوامر الفساد في عدن أم سيكون له موقف مختلف؟ في ظل تبادل الاتهامات بين مسؤولي الشرعية تبكى الحقيقة أن جميع هؤلاء يستلمون مبالغ خيالية وبالعملة الصعبة بينما رواتب الشعب منقطعة منذ عامين فهل لا يزال مؤملا من هذه القيادات أن تخفف من معاناة هذا الشعب؟